الفيديو ده للناس اللي سألتني ان هي عايزة تربي حمام بس المشكلة عندها مفيش مكان نفسها تعمل مشروع حمام وما عندهاش مكان نفسها تربي لبيتها وما عندهاش مكان النهاردة انا جايبا لكم فكرة عشة فكرة تربي بها حمام باقل التكاليف وفي اقل مكان ممكن ياريت بس تتابعوني الاخر الفيديو ولو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسوش اللايك وياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وما تنسوش بدعوة حلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حباب قلبي يارب تكونوا بخير فيديو النهاردة مختلف شوية هو برضو عن الحمام واحدة بعتتلي العشة دي لا مش بعتتها لي بعتتها لي يعني بعتتلي الصورة بتاعتها ده كان الموضوع من اوله هي كلمتني في التليفون وقالتلي انا الصراحة تشجعت من الفيديوهات بتاعتك وانا متابعك وفيديوهاتك بجد شجعتني جامد انا كنت بربي حمام من فترة بس للأسف حصلت ظروف وكده فيعني خفيت الحمام خالص ما عادش عندي ممكن يبقى جوزين او تلت تجواز حمام بالكتير قالت انا كان عندي برضو حمام كتير وكده بس المشكلة بقى حصلت ظروف والمكان مكان الشهيد اللي هو وحاليا ما عنديش مكان فعندي ممكن جوزين او تلت تجواز بالكتير خالص وكمان ايه مش مش بينتجوا عندها وكده قالت لي الصراحة من خلال يعني قالت لي كمان ممكن يكونوا فيهم دكور او حاجة يعني المهم هي ما عادش مهتمية بيهم وكده قالت الصراحة لما شفت الفيديوهات بتاعتك تشجعت جدا وقلت لازم بقى اشوف الحمام واللي بقى مش مجاوز اجوزه وابتدي اهتعم قالت بس المشكلة عندي في المكان قلت لها خلاص ظبط المكان عندك قالت لي برضو المكان يعني مش متظبط والمكان يعني مفتح قوي ممكن يدخل فران او حاجة للحمام فده اللي معقن في الموضوع فالمهم فكرنا في موضوع العشة والصراحة كانت فكرة حلو قوي اه قلت لها خلاص شوفي حد يعمل هالك اه ممكن تحطيها في اي مكان حتى لو في قوضة لو القوضة برضو اه هي بتقول يعني ان هي القوضة اللي هي حط فيها الحمام مفتحة فبيدخلوا فران وحاجات من دي يعني فقلت لها خلاص ممكن العشة دي بقى تحطيها في القوضة وانتي مرتاحة يعني ان هي حتبقى متقفلة قوي فمتقفلة بالتالي للفار مش هيقدر يدخل لها خالص المهم اتفقت مع نجار وفعلا عمل لها العشة دي وجد فجأتني بيها من كام يوم بعتتها لي على الواطس قالتلي ولقيتها فرحانة جدا جدا ومبسوطة بقى وقالتلي بجد انا سعيدة قوي قوي من الموضوع ده اه وكمان جابت حمام تاني على الحمام اللي عندها وقالتلي خلاص انا هجاوز بقى الحمام ان شاء الله وحزبط الدنيا وحبتدي بقى تربية من قوي وجديد وحبدأ معاك وحمشي معاك وبجد انا مبسوطة قوي بقى يعني انا شخصيا مبسوطة جدا جدا ان فعلا الفيديوهات بتاعتي بتشجعكم وبجد هي الفكرة حلوة قوي فكرة العشة دي حلوة قوي يعني برضو بداية للناس اللي هما برضو بيشتكوا بيقولوا ما عندناش مكان نحط فيه ما عندناش مكان نربي فيه حمام ونفسينا نربي حمام نفسينا ناكل حاجة من ايدينا نفسينا برضو نجيب حمام والحمام غالي عايزين نجيب حمام بس اللي بنجيبه بيطلع مش حلو الكلام ده كله ممكن تربي بقى قل التكاليف يعني عشة زي دي كده مكلفها كم مكلفة عليها ستمائة جنيه سبعمائة جنيه بالكتير لان هي حطت اضافت عليها خشب تاني فكلفتها حوالي سبعمائة جنيه هي بدورين العشة يعني برضو بتشيل كزا جوز مش جوز واحد عفوا اه المهم انحواريكم العشة دلوقتي بالتفصيل من برا ومن جوه برضو بتبقى فكرة للناس اللي هنفسها تربي حمام وما عندهاش مكان بصوا العشة دي عبارة عن دورين الارتفاع بتاعها حوالي مية وسبعين العمق بتاعها خمسة وسبعين العرض العرض مية وثلاثين بصوا ده العمق بتاعها ده خمسة وسبعين ده طولها كده طولها كده مية وسبعين عشان هي دورين مش دور واحد يعني الدور الواحد بقى قسمه مية وسبعين على اتنين حوالي خمسة تمانين سانتي ارتفاع برضو مناسب للحامام برضو يطلع وينزل وحلوة قوي يعني مش وحش بصوا بقى ده هي كده من برد بصوا دي فيها الفتحات الفتحات دي طبعا للتهوية هو كان عاملها لها النجار كان عاملها لها بقى التلات جوانب التهنية سلك هي بقى عشان البرد وكده فابتدت قفلت جابت خشب قبل كاش وقفلت شوية من السلك كده حوريكم دلوقتي هي بس بتصور فيها من بره بصوا اهي جابت الخشب القبل كاش ده واضافت عليها من بره ورس سلك كده يعني عملت له زي اضافة كده وثابت برضو مكان اهو مكان فوق للتهوية قالت حابقى اقفل برضو منه ايه شوية بالكياس المشمع وبصوا حطوا هي الخشب ده حطوا لها الخشب ده عشان الحمام برضو ايه يبتدي يقف عليه اهي دي فتحات التهوية وهو السقف بتاعها برضو خشب يعني هي الجوانب بتاعتها هي من قدام بس خشب والجوانب التانية بقى سلك هي لو انت عايزاها تسيبيها كده سلك اوكي تمام اه ما فيش مشاكل عايزة تقفليها بالخشب تمام عايزة تقفي ما عفيش امكانيات انك تقفليها بالخشب هقولك بقى تعملي ايه عارفة كاس المشمع هاتي كاس مشمع وغلي في العيش بس سيبي فتحة للتهوية بس اهم حاجة الفتحة اللي انت حتسيبيها ما تبقاش في الناحية البحرية تبقى نحية نحية قبلية نحية شرقية يبقى وراها مثلا الحيطة زي دي كده اهو بص الفتحة دي اللي وراها الحيطة بالشكل ده تمام كده المهم زي ما قلت لكم ممكن بقى العيشة دي البنات اللي ما عندهاش مكان ممكن تحطيها في بلكونة مش بتاخد مساحة خالص على حسب بقى المساحة اللي عندك اعمل العيشة يعني ممكن تجيب نجار يقسلك البلكونة مثلا ويقولك بقى حينفع معاك مساحة قد ايه او حتنفع معاك العيشة تبقى مساحتها قد ايه هو برضو النجار بتبقى له نظر في الحاجات اللي زي دي عايزة بقى تعمل ارتفاع براحتك اعملي لان البلكونة طبعا بتبقى عالية فممكن تعملي برضو ارتفاع ايه براحتك تقفل اهم حاجة البلكونة كويس بحيث انك لو حبيتي برضو تخرجي الحمام في البلكونة برا ما يطرش منك ويضيع اهم حاجة برضو لما تجيبي الحمام لازم يتقصقص في الاول عشان ياخد على المكان اللي عندك وما تقصقصيش بالمقص انتي في بس الريش نطف كده علم الحمام ريشه حيطول حيبتدي يبقى خلاص كده تعود على المكان عندك مش هيطير ان شاء الله ومش هيسيبك مش هيهرب منك يعني هيكون ايه اتقلم مع المكان يعني ماشي بصوا هي هنا ايه بتوريكم من برا بصوا الفتحات بتاعت التهوية يعني هي سايبة فتحات للتهوية ناسف طبعا ان هي العشة حطها كده في حطها يعني برا في الشارع يعني وكده اهو بصوا عملالها اهو رزة وده طبعا شغل النجار النجار مزبطها لها كله ده بقى شكلها صورتلي العشة بقى بعد محطت فيها الحمام وجابت الاوكار دي او حطت الحمام وحطت له اكل بتارت فرشة اه زي قطعة قماش كده اهي اهي او تقريبا مكتة قديمة سجاد قديمة عندها اه فرشتها اهي في ارضية العشة عشان برضو الخشب ما يتبهدلش منها لان الحمام انتو عارفين ما بيبلبطش مي وما بيبهدلش حاجة يعني يعني الخشب كده كده مش هيتبهدل مش هيجراله حاجة بس المشكلة بقى في الحشرات فانا قلت لها لازم بقى النظافة الدورية باستمرار وتنظفي وتعقمي وكده وان شاء الله هعملكم برضو حلقة عن التعقيم وحقول لكم انا بنظف بايه وبعقم بايه وكده هي هنا بصوا هي جابت دي اوكار جهزة اوكار خشب جهزة هي جايبهم من نجار بالشكل ده بس هم مستعملين يعني كانوا عندها تقريبا حطتهم في العيشة بصوا همه بالشكل ده هي بتقول دول كانت مستخدمهاهم قبل كده يعني فانا عايزة اوريكم بس الفكرة بتاعتهم بصوا اهو اهو بيبقى بالشكل ده بعمله لها النجار وبجد انا بشكرها جدا والله ان هي بعطتلي الفيديوهات دي اه وان هي قطعتلي الفرصة بجد ان انا اوري للناس الفكرة الفكرة جميلة جدا والله يا بنات اللي عشة بدورين ممكن لو عندكم مكان اه تعملوها بتلاتة وممكن باربعة طالما في مكان اه في ارتفاع اه علو يعني ممكن اه بدل ما تعمله مسلا لو عندك ارتفاع عالي بدل ما تعملها مسلا اربع ادوار اعملها ثلاث ادوار وتقيه بقى الارتفاع اه بتاع الدور الواحد اه اعلى من كده بشوية الحمام هياخد راحته وحيبقى مناسب جدا ليه وفي نفس الوقت حاجة هضمنا ان هي مقفولة ومتحكمة كويس يعني تضمني ان مفيش لا فران حتدخل لها ولا اي حاجة متطفلة ان هي في البلكونة ممكن اي حاجة متطفلة برضو تدخل عندها وزي ما قلتلكم اه الاول قفله كويس حاولوا تقفله البلكونة كويس بحيس ان الحمام ما يطرش ويضع منك اه اسقصوا الحمام في الاول الحاجات دي كلها لازم نعملها في الاول علشان الحمام ما يطرش ويضع منه ونجي بعد كده انشتكي بعدين حبيته تعملوا مثلا تطلقوا الحمام يعني تطيروه مش مشكلة خالص عادي بعد كده بفتحوا عادي البلكونة يبقى الحمام يطير في النهار وبالليل يجي ايه يبايت مكانه هنا في العشة بس انا مش عارف انا مش بحب اطاهر الحمام عندي بحب يعني مش عارف تعودت على كده او انا حب كده افتر في كده الحالتين مش وحش كويس جدا المهم يا ريت بس اكون قدرت تقفتكم ولو بالقليل ويرب فعلا بس تكون فكرة العشة دي عجبتكم وبجد تكونوا استفدتوا منها وخدتوا فكرة حلوة منها اه وتمنى بجد انكم اه تجربوها وتبعتولي تبعتولي التطبيقات بتاعتكم تنفزوها عمل وتبعتولي التطبيقات بتاعتكم هكون سعيدة جدا جدا لان بجد والله تعليقاتكم بتشجعني وبتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر ويا رب بس ما تنسونيش من اللايك عشان اللايك بيدعمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته